موسيقى موسيقى حياكم الله متابعين الكرام وفي حلقة جديدة من برنامج متفع الافطار اللي يكم طيلة شهر رمضان المبارك ومن باحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة حياكم الله ويا مرحبا بكم مبارك نقعد أقرأ في القرآن فوقفت عند آية في سورة محمد آية 22 يقول الله تعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لما تفكرت في هذه الآية وقلت للأشخاص والأشخاص اللي يسرقون والأشخاص اللي يرتكبون الكبائر ما توصل فيهم إلى مرحلة الطرد من رحمة الله أو أنهم يلعنون لكن الأشخاص اللي يقطعون أرحامهم الأشخاص اللي سووا حواجز بينهم وبين أخوانهم حواجز بينهم وبين أهلهم فهذول الأشخاص يطردون من رحمة الله لا ننسى أننا عايشين فترة عمر وحدة ومن بعدها نروح من هذه الدنيا لا تخسرون الجنة علشان زعل بسيط صار بينك وبين شخص يعني كأخو أو ابن خال أو ابن عم شخص مقرب صلت رحم في النهاية فلا تخسرون الجنة علشان هذا الزعل البسيط ولا ننسى أن هذول الأشخاص يعني ما توصل ويان المرحلة أن نترك هذول الأشخاص أو نبعد عنهم بمكان يعني نبد عنهم نكون بعاد عنهم أو يعني نسيو هذه المشاكل الكبيرة إلا إذا كانوا هذول الأشخاص قبل يعني عزيزين وغالين علينا فأرجو من الجميع نحن في سنة التسامح وفي شهر رمضان المبارك أننا ما نخسر عز الناس وما نخسر الجنة وما نقطع رحمنا الله يحفظكم إن شاء الله وربي يمتكم بالصحة والعافية ومبارك عليكم الرحمة أخوانا أهل الفجيرة طبعا نرحب بعد بجبهورنا وحبايبنا والأطفال هذول الحلوين أنتم مستعدين وانتم بخير ولا مو بخير خير صوتكم بعد تعبان يا جماعة اليوم خميس وين الربشة وين الربشة أنتم بخير ولا مو بخير خير سلام عليكم الله يحفظكم إن شاء الله وربي قويكم شوفوا منبلش من الآخر ومنرجع للبداية شو رأيكم يلا منبلش من الآخر أوكي نشوف هذه الطفلة الحلوة تعالي شو اسمت؟ سارة سارة في أي شهر أنزل القرآن الكريم؟ شهر رمضان أو في شهر رجب؟ في أي شهر؟ رمضان 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 الله يحفظت إن شاء الله وربي قويك وتستاهلين بعد جائزة طبعا تكتين والسينما تكتين سينما سينما جالكسي أنت وأختك ولا أنت واحد من أهلك تأخذيه وتروحين على السينما تمام؟ يلا خذي هذا خذي الكوبان الله يحفظت إن شاء الله حلوين 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 أنزل لحظة من أستهل هذا أول شيء؟ شلونك شخبارك؟ كويس الله يحفظت إن شاء الله شاسمك؟ عون إن شاء الله تكون عون لأهلك وناسك حبيبي أنزل عون قل لي من أول مؤذن في تاريخ الإسلام؟ أول مؤذن هل هو بلال؟ الصحابي بلال؟ أو أبو بكر؟ أبو بكر بلال بلال إجابتك صحيحة حبيب قلبي الله يحفظك إن شاء الله وهذا بعد كوبون بقيمة 300 درهم من مسك الإمارات الله يحفظك إن شاء الله هل أنتوا بعتمون أسألكم؟ نزيل اللحظة خلنا أخذ ذاكر كبير وحليلة من زمان وواقف عندنا تعال تعال قرب حبيبي تعال شو اسمك يا بطل؟ محمد ونعم فيك يا محمد كم صار لك أنت هنا في الإمارات؟ صليت تقريبا ست سنوات ست سنوات؟ الله يحفظك إن شاء الله شو رأيك في مدفع الأفطار؟ شي جميلة يعني مبادرة جميلة عشان الناس تعرف مثل أوقات الأفطار شي جميلة من الشيخ حمد بن محمد الله يحفظك إن شاء الله وربي قويك ما هو الاسم القديم للعاصمة أبو ظابي؟ هل هي الوصل أم أم النار؟ روح الثاني ها قول الوصل روح الثاني قلت لك أنا أفن أم النار أم النار الله يحفظك إن شاء الله طبعا جائستك مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجير روح استنم جائستك حلو ناخذ بس آخر طفل آخر طفل آخر طفل أنت أنت لاحظة شاسبك يزيد الله يحفظك إن شاء الله ما اسم الشاعر الذي كتب كلمات النشيد الوطني هل هو عبدالله هاشمي ولا عارف الشيخ عارف الشيخ عارف الشيخ الله يحفظك إن شاء الله ويقويك روح استنم بعد جائستك من القيادة العامة لشرطة الفجير ربي حفظكم وربي قويكم إن شاء الله طبعا ما في حد خسر عندنا وحياكم الله وهذه دعوة عامة لكل اللي قاعد يتابعني حياكم الله في باحة مسجد الشيخ زي طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة طبعا وصلنا لختام هذا البرنامج ربي يحفظكم وربي يقويكم إن شاء الله ولا تنسون التسامح ثم التسامح ثم التسامح بحفظ الرحمن ورعاية تقبلوا التحيات طاقم البرنامج وتحياتي أنا أخوكم عبدالله الهاشمي حياكم الله حاصل مدفع تياري إلى المهام معتداس مدفع مدفع جاهز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة